للمرة الأولى وبعد ثلاث سنوات من تقديمه وصل قانون قيصر الخاص بفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الحليفة له إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عدة محاولات سابقة قانون قيصر قره مجلس نواب الأمريكي في عام 2016 المسمى نفسه للضابط السوري المشاق الذي سرب 55 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام بموجب قانون قيصر يتم تقييد مصادر تمويل الحرب في سوريا ضمن عدة بنود يستهدف البند الأول أهم القطاعات التي تسمح للأسد وحلفائه إيران وروسيا الحصول على المال لارتكاب جرائم حرب ويندرج ضمنها البنك المركزي السوري ومتجي النفط البند الثاني يعمد لإفراغ حسابات البنوك الخارجية لمجرمي الحرب في سوريا بما فيهم بشار الأسد وزوجته ومجلس الوزراء قادة القوات المسلحة وموظفي مراكز الدراسات العلمية فيما يقدم البند الثالث للكونغرس حلولا جديدة لحماية المدنيين في سوريا والمهجرين والعالقين على الحدود ووفقا للبند الرابع فإن الرئيس الأمريكي هو الوحيد القادر على رفع العقوبات حين تتخذ حكومة نظام الأسد خطوات تضمن حقوق الإنسان أهمها إنهاء القصف وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بعودة آمنة للاجئين السوريين في ظل انهيار ليرة السورية وأن مشارف إنعقاد جلسة جديدة للجنة الدستورية يبقى السؤال هل سيشكل إقرار قانون قيصر ورقة ضغط على حكومة الأسد للوصول إلى حل سياسي في سوريا موسيقى